يوم بتحدث عن مطرانية الأردن لروم الأرتوديكس ودورها بجمع التبرعات العينية والندقديا معنا الأب جراسي موستاشمان يسعد صباحا من مطرانية الأردن لروم الأرتوديكس وأيضا معنا سيدة نها لعاكروش من المنصقين في المبادرة من كنيسة القديسين قسطنطين وهنان يعطيكم ألف عافية على جهودكم أهلا وسهلا اهلا وسهلا سبا سبا خير أبونا أهلا وسهلا سبا خير سيد نها لأهلا وسهلا شرفتنا أبونا بداية يعني لو تحكي لنا عن فكرة المبادرة ومعنى المبادرة بداية نشكركم على هذه الاستضافة اللطيفة وإن شاء الله تكون للخير من خلال يعني برنامجكم ومن خلال قناة رؤية هذه القناة اللي إلها مكانتها في البلد صحيحة هاي المبادرة بداية إجت من صوت الاستغاثة اللي سمعناها من أشقاء في سوريا وفي تركيا نتيجة هاي الكارثة اللي صارت والحقيقة هي بتوجيه من سيدنا المطاني خرستوفرس مطاني الأردن للروم الأرثوذكس وببركة سيدنا البطريارك كيريوس كيريوس تيوفرس الثالث في القدس نحن هاي المبادرة تعرفوا يعني الزلزال اللي صار نتج عنه مآسي في سوريا وفي تركيا ونحن كشعب أردني وكرعاية هنا كل واحد فينا إله إما صديق أو عزيز أو معارف هناك ولسوريا بشكل خاص في علاقات أسرية كبيرة فعلى الأغلب يعني في كثير عائلات إلها هناك أشخاص قد يعرفوهم أو في أي علاقة بيناتهم فهذا كله خلانا نحن ككنيسة في الأردن أن نبادر لإطلاق هاي الحملة اللي فيها نتأمل من أبنائنا ومن كل أبناء الوطن الصحيح إنهم يشاركوا ويدعموا هاي المبادرة حتى نتمكن من المساهمة في تخفيف هاي الألام والكارثة اللي صارت على الإنسان هناك نهال إذا بدنا نتحدث عن نخوة الشعب الأردني وهذه الهبة الشعبية بكافة المؤسسات والطوائف أيضا منشوف كلنا صف واحد وكلنا شعور واحد يترجم ليس فقط شعور ولكن يترجم أيضا بالأفعال تعطينا أكثر عن الأمور اللوجستية يعني من التسعة اتنين بدأتوا بهذه الفكرة وعم بتجمعوا تبرعات العينية والنقدية يعني صراحة أنت زي ما حكيتي نخوة الشعب الأردني هو إشي لافت في هاي المبادرة يعني مجرد الإعلان حتى قبل الإعلان رسميا مجرد رسالة على الواتساب من يوم تسعة اتنين فتحت الكنيسة أبوابها صباحا يوم الخميس كمية المساعدات اللي وصلت كانت بصراحة أكثر من المتوقع كمية الرسائل المكالمات الهاتفية اللي وردتنا يعني كيف بقدر أساعد هلا اللي فعلا ملفت كان مش بس كانوا عم بيجيبوا التبرعات العينية طيب بإيش أساعدكم إيش نعمل إيش بكم نسوي وفعليا عملنا جروب على الواتساب بس خصوصية لتنظيم هاي المساعدات صاروا يجوا كيف بنفرزها كيف بنوزعها بدون ما أي حدا يطلب فعلا الشاب كان حابب يساعد كان مش عارف كيف بده يساعد فمجرد الإعلان عن الحملة حفز الناس إنه أنا بدي أساعد إيش بقدر أعمل إيش بساعدكم نعم أبونا هون كمان بدنا نوضح أنه عم نتحدث عن سبع كنائس صحيح تابعة لمطرنية الأردن للروم الأرتودوكس اللي مختصة اليوم لهذه الحملة تحديدا نعم الصحيح يعني القائمين على هاي الحملة في المطرنية خصصنا كمراكز لاستقبال التبرعات في سبع كنائس في مختلف مناطق المملكة في الشمال والوسط ومادبة صحيح هناك في يعني الأشخاص اللي بيستقبلوا من سيدات الكنيسة من شبيبات الكنائس والكشافة كمان نعم بالإضافة يعني كله هذا بيكون تنسيق مع الأباء الكهنة الأجلاء وأنا الصحيح بدي ألفت نقطة مهمة بهذا الموضوع نحن ككنيسة يعني عدة رسائل أهم أهم إشي نحن بنعمله أنه قبل ما نعمل هاي المبادرة نحن بنصلي لربنا بالأول نعم أنه بنرفع إليه الدعاء أنه يخفف الألام والمصاب ويعزي قلوب اللي فقدوا أشخاص آمين بهذا الزلزال والجانب الآخر هو الجانب العمل الإنساني والعمل الاجتماعي كمان أنه الكنيسة موجودة بتمد يد العون من خلال أبنائها من خلال تشاركها مع كل أطياف المجتمع نعم أبعاد عننا قراب جسد واحد نعم كنا جسد واحد وشركاء نعم في هذا الكون كل ما يأتون طب أبونا يعني فكرة المساعدات كيف رح توصل يعني يعني أكيد في تعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لكن كيف طريقة الوصول يعني بسوريا بتركيا حلا يعني أكيد رح يكون في تواصل مع الجهات المعنية في سوريا وفي تركيا نعم ونحن التنسيق داخليا كأردن وككنيسة في الأردن أكيد رح يكون عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية نعم وأملنا يعني وإن شاء الله أنه يعني بالترتيب مع الجهات المعنية هناك أنه توصل هاي المساعدات للأشخاص اللي فعلا هم تحت الألم والشدة أي لافترح يعني تفرحهم على الأقل نعم إن شاء الله يعني تصل للمستحقين بالضبط للي هم بحاجة فعلا نعم أيضا سنهال يعني اليوم حابين نوصل لرسالة من خلالكم زي ما حكيت الكل حابب يساعد للكل حابب يتواصل بأي شكل من الأشكال كيف يقدر يتواصل معكم نوعية المساعدات اللي عم بتجمعوها حتينا أكتر هلا نوعية المساعدات تنوعت بين حليب أطفال حليب بشكل عام يعني للأسرة حفظات أطفال مستلزمات العناية الصحية كمان كان في ملابس شتوية بطانيات حرامات يعني الأساسيات اللي هلا هم محتاجينها هناك كمان بالإضافة لذلك في المساعدة النقدية اللي هي عن طريق في حساب المطرانية برضو تم الإعلان عنه مخصص لهذه الحملة بالنسبة للتواصل معلومات التواصل في السبع كنائس فاتحة وجاهزة لاستقبال أي معونات برضو المطرانية أيام يعني أي استفسارات نحن موجودين بالنسبة للكنائس دائماً بيكون فيها ناس موجود باستقبل التبرعات نعم والاستقبال رح يكون ليوم من الاثنين أنتم محددينون لحد مساء الاثنين هو انتهاء الحملة يعني تجميعها نعم وأكيد يعني سيد نهال بجوز الأشخاص بجوز بتساءلوا إيش ممكن أنهم يساعدوا أيضاً يعني نحن 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 عن طريق التبرعات بشكل مباشر وهل هناك أي طرق أخرى أيضاً للمساعدة؟ هلأ كل حدا بقدر يساعد يعني زي ما حكيت بالأول فعلياً اللافت أنه بغض النظر عن الظروف المعيشية الصعبة اللي عم بعيشوها حتى الناس هنا مرات ممكن فيه ضائقة مالية بس حتى اللي بقدر لو جاب علبة حليب جاب يعني اللافت أنه الكل عم بحاول يساعد صار في موقف كتير حلو ست راحت تشتري أدوية يعني صيدلاني من ناحية فضول بسألها بقولها يعني هاي كمية كبيرة مسكينات أنه إيش تكون فيها فمجرد ما حكت له أنه هذا لحمل التبرعات لسوريا وتركيا دوري أحكالها هدولة زيهم مني يعني كتير صار في مواقف صار في أشياء شعبنا معطاء بحب العطاء وكانوا عن جدعم باستنوا هاي الفرصة صحيح فباب المساعدة مفتوح للجميع طبعا إحنا منستقبل التبرعات كمان التطوع اللي بحدي يتطوع ويساعد في يعني فرزها يعني هلأ بكل كنيسة عم بصير فرز مثلا عم بوصل ملابس شتوية معاطف بصير فرز ستاتي رجال يعني الكل عم بشتغل بهذا الموضوع وطبعا باب المساعدة مفتوح للجميع يعني إحنا منتمنى من كل أبنائنا إنه بغض النظر حتى لو ما بقدر يساعد ماديا إحنا كمان إذا بقدر يتطوع بالعمل وبتجميع الحملة هلأ رح نحتاج الشغل كمان يريت إنهم يكونوا يعني يقدر يساعدونا بأكير يعني بالفعل بهذه الكارثة الإنسانية الضلام الذي حل على العالم وعلى ألاف الناس والملايين اللي شردت الآن من منازلها يبقى التعاطف الإنساني والعمل الإنساني هو جزء النور في هذا النفق المظلم في الختام أبونا بحب أسمع منك رسالة لكل الأشخاص اللي حابين يتواصلوا معكم رسالة للمجتمع الأردني المتكاتف دائما بهذه الأوقات يعني نحن كأردنيين في المملكة الأردنية الهاشمية مش غريب علينا هاي الأمور إنه نحن نمد يد العون والمساعدة لكل إنسان محتاج نسمع إنه محتاج وهي الصحيح يعني خصال أردنية منتميز فيها ونفتخر فيها في كل العالم الصحيح وهي معروف يعني إنه نحن نستمد هاي الروح وهي الهمة والتكافل من بداية من سيدنا جلالة الملك عبد الله اللي منطلب من ربنا يعطيه الصحة ويطول عمره ومن العائلة الهاشمية وكل الشعب الأردني الصحيح يعني هذا نهج إحنا متعودين عليه دائما إنه نمد يد العون مش بس نساعد يعني نبعث لبرة ولكن إحنا نستقبل كمان كثير يعني الفترة الماضية كان في حروب وأشياء حوالينا كنا نستقبل دائما إخواننا في الإنسانية يعني من خلال هالبرنامج الجميل ومن خلال قناة رؤية نحن رسالتنا اليوم إنه تواجدنا معكم حتى نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من أبنائنا في رعايانا وفي كل الوطن الصحيح واللي يعني الكنائس مفتوحة لاستقبال أي دعم كل واحد على قدر استطاعته وربنا هو راح يبارك وإن شاء الله يسهل كل الأعمال سواء بالمساعدات وهناك كمان إحنا نعرف أنه في فريق من الأردن نزل حتى يساعد كمان يهون عليهم هالعمليات الإغاثة اللي عمالهم شغالين عليها أمين بنعمة وبركة ربنا نعم شكرا جزيلا أبونا لا يعطيكم ألف عافية شكرا جزيلا ستة أنا وسهلا فيكم أمين أمين شكرا جزيلا شكرا جزيلا